احنا هنقضيها عشنا كابتال حاجة احنا بقلنا فترة طولة متعشمين وعشامنا دايما بيثبت في نهاية المطاف انه في غير محله لا بنشوف اداء مرضي ولا بنشوف نتيجة مرضية ولا بنشوف حاجة تطمننا على ان ده متخب مصر اللي المفروض ان يكون بيتعملوا الف حساب من كل الفرق اللي بيلعبوا معاه احنا شفنا اداء متراهل خطة بعنوانها اللي خطة ده ايه ده لما استجد علينا يعني اداء بتاع بارح موضش بارح يعني ده احنا كده ايه بعد ما اتططقنا لكات الدنيا يعني رايح افداها كمان قبل كده فهنفضل على الوضع الحزين ده لغاية انت والله شوف احنا حذرنا من اول ماتش من اول ماتش ليبيا ليبيا اللي مفيش لا دوري ولا مفيش حاجة خالص وشوف احنا الماتش الاولاني في ملعبنا واحد سفر بيلعافية جول راجل ماميشة ظني وهناك طبعا ناقصهم مجموعة جميرة من اللعيب الاحسن مهاجم عندهم ما والاخرو وارحنا البطولة العربية واحنا حذرنا قلنا البطولة العربية كل الفرقة رايحة يا بالصف الثاني يا بالصف الثالث يعني الجزائر رايحين بالصف الثالث بمساعد المدرب السعودية فريق الاشبال الاردن باللعب الاردن يكسبون الشرط الاولاني الاربع سفر وتحسن في الشرط الثاني ثم انت بتاع بسودان ولبنان لبنان واحد سفر بالعافية فكل نقرنه مثلا بموسيماني موسيماني من اول مجهه دخل على الوداد شوف الاداء راجل فيه فكر مدرب عنده خبرات عنده عارف يعني ايه شخصية وهوية النادر الاهلي فمن المؤول مباراة عارف ان النادر الاهلي والقماشة زي ما بيقولوا في الشارع القماشة اللي معاه تقدر انها تبدي من تحت تقدر انها تهاجم من الاطراف عندها تزديد عندها اختراق من العمق عندها كل المقاومات في كل مركز الراجل ده عنده 18 فرقة في الدولة الممتازة اختياراته غريبة جدا اختيارات غريبة جدا بيختارها فمنحظر قلنا مرة واثنين وثلاثة القطر الشوط الاولاني بتلعبنا بالرديف كله بعدين الشوط التاني اتدوا يدفعوا باثنين وثلاثة وبعدين في ضربات الجزاء بيتفوقوا علينا وياخدوا المدالية سيبك من المدالية واسيبك من اي حاجة مفيش اداء يعني الاداء اننا الكرة لما تجي تقطعها كده كشريط بتلاقي المدرب عنده اكتر من طريقة للعب وبعدين بتدوس تلاقي كل تلات اربع لعبين بيعملوا جمل معينة فانت لما تقطع المباراة تلاقي عبارة عن خمس ست جمل اللعيبة بتنفذها زي ما كانتش الجملة دي تلاقي الجملة التانية مبارح شوفنا ما فيش خطة كتواضحة يعني يمكن شوفنا اه زي ما احنا بنتكلم اللعيبة في مركزة الاساسية ودي الاول مرة ولكن ما فيش خطة واضحة ما هو دي او دي النقطة يعني انت شوفت الشوط التاني انا مش عارش محمد صراح بيلعب فينا محمد صراح بيلعب فينا هو مش عارفه يعني الجملة اللي هو جابه يعني في اللي بربور حاجة تانية خالص وشوف ما اللي بربور من غير محمد صلاح بتفققوا عنين ازاي فكل الماتشات اللي الراجل بيقدي بيها الحقيقة انا مش مطمئن جايز اتمنى اتمنى يبقى الماتشات اللي جايه يبقى فيه لكن بينحذر من دلوقتي عشان ما يتقالش انتوا لم أقولتوش انتوا ليه كنتوا ساكتين لا احنا يقولنا مرة واثنين وثلاثة يا اخواننا احنا راحين تصفيات كاس عالم كاس عالم دي مهمة جدا بيننسباننا كمصريين في قطر في بلد عربي شقيق واحنا كلنا بنتمنى ان احنا يبقى متواجدين واحنا شوفنا هيبقى اكتر جمهور تقريبا في البطولة دي هيبقى الجمهور المصري فالحنا نتمنى اتحاد الكورة الجديد يبقى فيه وقفة يعودوا معا ناس فنيين يقولوا انت دماغك فيها ايه يعني انا عايز اعرف انا عايز اعرف اعايز بنين ايه اعني انت بتنسى انا عايز اعرف اما انت بتنسى ايه انا مش عارف قطرات اللعيبة انت لما تيجي تتفرج على اي تيم انت بارح فيه متش مهم بقى اوك انا بتلاعب تشيلسي مع مع الماني يونايتد شوف الكورة تتلاعب ازاي الاستحواز ازاي والضغط ازاي والهبوم ازاي والعملات دي مستمرة لمدة مية دقيقة فكر مدرب اللعيبة بتمفزه وبعدين حتى التغييرات والبداية من التشكيل بتلاقي حاجة ممتعة الشوت بيعدي كأنه دقيقة والشوت تقوى هكذا احنا امبارح اجبني قوي تعليق حد كان بيسمي المباراة تحت شعار يعني لقص المدور بيقولك المباراة بالامس كانت تحت شعار منين يودي على فين فبصراحة او يعني انا فكر كريم يحلي الراجل ده هتشلني